موسيقى 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 مرحبا يا جماعة هل أنتم مستعدون لليلة مثيرة؟ معكم خالد من قناة مسرح الخيال واليوم جئتكم بشيء سيجعل قلوبكم تدق بسرعة قصص العصابة الرمادية أحداث حقيقية وقعت في شوارع تركيا وما ستسمعونه سيجعلكم تعيدون التفكير بكل شيء تعرفونه احضروا الأضواء الخافتة وخذوا نفسا عميقا لأن الليلة سنستمع إلى قصص مليئة بالغموض والجرائم التي تقشعر لها الأبدان تبدأ القصة في أوائل التسعينيات في إسطنبول المدينة التي كانت تمزج بين الحداثة والتراث ولكن تحت هذه القشرة البراقة كانت هناك عوالم مظلمة شوارع جانبية وأزقة ضيقة وقصص عن عالم سفلي تتحكم فيه العصابة الرمادية البداية من أين جاءت العصابة؟ كان زعيمهم يدعى بارش شاهين رجل ذكي لكنه شرس لم يكن بارش مجرد زعيم عصابة بل كان لديه عقل مدبر وخطة محكمة نشأ في الأحياء الفقيرة وكان ابنا لعائلة صغيرة جدا وكان والده مجرد عامل بسيط لكن بارش كان لديه طموحات كبيرة وكان دائما يحلم بالسيطرة على شوارع إسطنبول أول خطوة له كانت في عالم المخدرات استخدم بارش ذكاءه للدخول إلى هذا العالم وأخذ زمام الأمور تدريجيا لكنه لم يكن يعمل بطريقة عشوائية كانت خطته قائمة على شيء واحد التحكم الكامل أدرك بارش أن السيطرة على المدينة ليست بعدد الأسلحة أو العنف فقط بل بالتحكم في المعلومات والاتصالات لذا أول شيء فعله كان بناء شبكة واسعة من المخبرين داخل الشرطة والحكومة المحلية كانوا يعرفون كل حركة في المدينة بعد أن سيطر بارش على تجارة المخدرات في إسطنبول قرر التوسع بدأت العصابة الرمادية تدخل في مجالات أخرى مثل تجارة الأسلحة، التهريب، والابتزاز كان لديهم قاعدة مهمة لا أحد يمس العائلات الفقيرة أو التجار الصغار كانوا يريدون أن يظهروا بمظهر حماة المجتمع الفقير وهذا جعل الناس يدعمونهم سرا لكن ما الذي جعل العصابة الرمادية مختلفة عن غيرها؟ كان لديهم نظام محكم وتنظيم دقيق كل عضو في العصابة كان لديه دور محدد من يراقب الشرطة، من يدير الأموال، ومن يتعامل مع الأعداء وأي خيانة كانت تنتهي بعقوبة سريعة جدا وغالبا دموية بحلول أواخر التسعينيات كانت قوة العصابة لا تصدق ولكن مع الصعود السريع يأتي السقوط السريع أليس كذلك؟ الشرطة التركية لم تكن غافلة مع تزايد شكاوى الناس ومحاولات الحكومة لكسر شوكة العصابة بدأت السلطات التركية في بناء ملف ضخم ضدهم لكن المشكلة العصابة الرمادية كانت دائما تسبقهم بخطوة كيف؟ ببساطة بارش كان يعرف متى وكيف يتحرك كان لديه أفراد داخل الشرطة وداخل الحكومة وحتى في بعض الشركات الكبرى كل محاولة لمداهمة العصابة كانت تفشل كانوا دائما يختفون في اللحظة الأخيرة لكن نقطة التحول جاءت في العام 2000 في ليلة باردة من ليالي ديسمبر حدثت أكبر عملية مداهمة في تاريخ إسطنبول استخدمت الشرطة تكتيكات جديدة وبدأت في استخدام التكنولوجيا خصوصاً أجهزة التنصت والكاميرات المخفية وبهذه الأدوات تمكنوا أخيراً من تحديد مواقع أعضاء العصابة بدقة في تلك الليلة داهمت الشرطة ثلاثة مواقع رئيسية في إسطنبول في وقت واحد كان بارش شاهين في أحد تلك المواقع مختبئاً في قصر فاخر على ضفاف البوسفور كانت المعركة شرسة جداً رجال العصابة قاوموا بضراوة ولكن الشرطة كانت مستعدة بكل قوتها بعد ساعات من الاشتباكات تمكنت الشرطة من القبض على بارش وجميع أفراد العصابة المفاجأة الكبرى كانت أن بارش كان يعمل على خطة جديدة تماماً السيطرة على ميناء إسطنبول واستخدامه في عمليات تهريب ضخمة على مستوى دولي لكن خطته توقفت في اللحظة الأخيرة بفضل تلك المداهمة بعد محاكمة استمرت لأشهر تم الحكم على بارش شاهين بالسجن المؤبد أما العصابة الرمادية تم تفكيكها بالكامل البعض هرب إلى دول أخرى والبعض الآخر انتهى به الأمر في السجون التركية لكن إليك المفاجأة حتى بعد كل هذا هناك شائعات تقول إن بارش ما زال يسيطر على بعض الأمور من خلف القطبان يقال إنه تمكن من بناء علاقات داخل السجن ومع رجال أعمال خارجه وما زال يدير بعض الأعمال بشكل غير مباشر هل انتهت القصة؟ ربما نعم وربما لا بعض الناس يعتقدون أن العصابة الرمادية ما زالت موجودة ولكن بأسلوب أكثر ذكاء من يدري؟ ربما تكون العصابة الرمادية مجرد أسطورة تركية أو حقيقة مظلمة